أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تجديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا داخل الأردن وشدد أيضا جلالة الملك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطنية وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على ضرورة أعداد خطط لضمان احتفاظ مؤسسات القطاع الخاص بعامليها وعلى أهمية تطوير خطة متكاملة للتعلم عن بعد للمدارس والجامعات كما أكد جلالته على ضرورة وضع خطة بالنسبة لاختبارات طلبة الثانوية العامة والجامعات